موسيقى نظمة مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بالقطاع البحث الأكاديمي ندوة مجانية عن العلم المفتوح تناقش الندوة مفهوم العلم المفتوح وأهميته في إتاحة المعرفة للجميع الأطر الأسمالية العالمية خلقت مجتمعات فيها تقدم أكبر ومجتمعات متخلفة مجتمعات فيها تكنولوجيا أكثر ومجتمعات أكثر تخلفاً في العالم الاقتصاد وعالم التكنولوجيا عمل فجوة كبيرة جداً بين المجتمعات وداخل كل مجتمع فيه فجوات ما بين الطبقات المختلفة في الحصول على التكنولوجيا وفي الحصول على المعارف وأيضا النظم حتى النظم التي صنعتها هذه المجتمعات على مستوى العالمي هي نظم التعليم مثلا أيضا خلقت أشكال من الفجوات تركت البعض أمي جعلت فيه قدر كبير جدا من الأمية لدى كثير من المجتمعات ويبقى العالم كله فكرة اللي كان بيكلم عنها الفلاسفة في البداية فكرة غير موجودة فيه أمي وفيه متعلم فيه غاني وفيه فقير فيه تبايونات كبيرة جدا فيه حتى وهذه التبايونات في بعض الأحيان يعني بتضغط على فئات وعينة من المجتمع مثل المرأة على سبيل المثال يعني فيه مجتمعات كثيرة نجد أن المرأة أكثر يعني إدعزالا وأكثر تهميشا في المجتمع العلم المفتوح هو جزء من حركة بتسمى الحركة المفتوحة يعني بتعد يعد العلم المفتوح جزء من هذه الحركة وبتهدف إلى تعزيز الحرية والشفافية في الوصول إلى المعلومات والموارد المفتوحة في مختلف المجالات بما في ذلك العلوم والتعليم والثقافة والتكنولوجيا وحتى السياسة هو نهج للبحث العلمي يتميز بالشفافية والتعاون والحرية اللي بتتيح المشاركة بالمعلومات والنتائج والمنشورات العلمية وطبعا بيعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والإنترنت لتسهيل وتسريع عملية البحث العلمي بيتضمن إتاحة البيانات والأبحاث والبقالات العلمية للجمهور بشكل حر ومجاني بيساعد على تبادل الأفكار والمعلومات والمنقشات بين العلماء والبحثين والطلاب والجمهور في مختلف مجتمعات البحث العلمي يعني بعض الملامح عن جهود أكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا في دعم العلم المفتوح الأكاديمية حقيقة يعني 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 منذ 2008 أو 2007 2008 2009 وقبل طبعا نأشرف بالالتحق بالأكاديمية وهي عندها رؤية وعندها نظرة وعندها مشروع بتشتغل عليه على مدار ما يقرب من 15 سنة دلوقتي في مجال العلم المفتوح العلمية مجانا على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والسماح لأي مستخدم بقراءة النصوص الكاملة لهذه المقالات أو تخزنها أو نسخها أو توزيحها أو طباعتها أو البحث عنها أو فهرستها وكذلك تمريرها كبيانات إلى البرامج أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر دون عوائق مالية أو قانونية العلم المفتوح هي مثال حي لربط المجتمع وتغيير ثقافته إلى ثقافة علمية وده يمكن بيخليني يعني أشيد من الكلمة الافتتاحية للدكتور أحمد زايد لأنه هو يدر يلخص فكرة ليه العلم المفتوح هي العلم المفتوح إحنا نتكلم في التفاصيل في النشر والحقات دي لكن هي فكرة بتاعت إزاي تعمل العذالة الاجتماعية المطلوبة العلم إذا كان اعتبرناه ببليك جود ببليك جود ببليك جود ترجمة نانسي قنقر عقد مجلس أماناء مكتبة الإسكندرية اجتماعه السنوي في مقر المكتبة بمدينة الإسكندرية واستمع مجلس الأماناء بتشكيله الجديد إلى تقرير شامل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية استعرض من خلاله رؤيته الشاملة لتطوير العمل في المكتبة وعلى هامش الاجتماع قام عدد من أعضاء مجلس الأماناء بجولة تفقدية داخل المكتبة تضمنت جولة إرشادية مفصلة لزيارة مثلس كلماخوس ثم توجه أعضاء المجلس لزيارة المعرض الرقمي للتعرف على المشاريع والخدمات الرقمية التي تقدم من خلال موقع المكتبة على الإنترنت تلا ذلك زيارة عدد من المعارض والمتاحف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بحر من القصص ما أهمية التراث الثقافي البحري بالنسبة لنا كان هذا هو عنوان المحاضرة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهيلينستية النهاردة المحاضرة ستديها دكتور دانيا نيومان هي من مؤسسة اسمها أنا فروس فانديشن في إنجلترا وهي المؤسسة دي بتدعم البحث العلمي في مجال التراث البحري هي دانيا الدكتورة بتاعها في إزاي نقدم الأثار للناس للبوبليك يعني يعني إحنا عندنا مشكلة في إن بتوع الأثار بيكلموا بعض دايما لكن ما بيكلموش العلم الخاري يعني فهي شغلها في القصة دي إزاي نتواصل ما بين المجتمع بتاع التراث والأثار وإزاي الناس تبعارف عن حاجات دي وتهتم بيها وتحميها وتحفظ عليها وكده ده شغلها يعني فبتكلم عن بيسميه الأوتريتش يعني أو البوبليك إنججمنت إزاي نعمل إنججمنت للبوبليك في مجال العمل الأثاري بالذات فيه متعلق بالتراث البحر يعني سواء البوبليك ده كبار أطفال متاحف أونلاين مطبعات كتب برامج دوكومنتريز فيلام كارتون كل دي وسائل للبوبليك إنججمنت دي موسيقى موسيقى متاحفة تأثير من الوحن متاحفة تأثير من الوحن تحب المشاهد من الوحن كنت مضى بدء من الوحن تعالى المنشفة للتحفظ وتأثير من الاحواق لتنفسها تأثير من الاحواق والجمع التحفظ والجمع الحنو والذي لتوقف ويجرينا نبهر صحيح المواطنة لذلك. ومنهم يتعيب المتابعة على الجهاز لأننا يعملون في المنطقة للشرحات الذين يجبون أن يجب المتابعة ليصلك كل جهاز وأن يجب المتابعة أيضًا ات المنطقة. تضرن نعيشًا للمشاهدة مشاهدينا ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة بستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي وللتعرف على كل ما هو جديد بمكتبة الإسكندرية زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.bibalex.org وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية اشتركوا في القناة